ألامنا الخفية قد تكون ألام نفسية عاطفية كيف تلامس وتعامل السيد المسيح مع هذه الألام بسم الله يبوي ابن روح القدس ألي الله الوحد أمين وحلقة جديدة من برنامجكم المسيح وألامنا الخفية في هذه الحلقة هنناقش مع بعض معجزة عملها السيد المسيح بس هذا الشخص اللي السيد المسيح عمل معاه المعجزة محدش جابه مش جابه للسيد المسيح ولا السيد المسيح راح له لأ هو اللي أتى وهنعرف ليه محدش جابه هذه المعجزة معجزة الإنسان الأبرص اللي موجودة في إنجيل معلمنا ماركوس ولأ صح الأولين عدد ربعين والإنسان الأبرص زي ما كلنا عارفين ممنوع حد يلمسه فما ينفعش حد يجيبه من إيده يقول السيد المسيح خد اش فيلنا ده اللي هيجيبه هي تنجس كان ممنوع لشي كده يقولك فعدد أربعين فأتى إليه أبرص وعرفنا أتى إليه يعني جاي لوحده ما ينفعش حد يجي معاه يطلب إليه جاسياً وقائلاً له إن أردت تقدر أن تتخرني هنا سجود الإنسان الأبرص وهذا الإنسان الأبرص كان يهودي فمعنى أن يسجد وهو عارف إن السجود لله وحده فهذا السجود يعني اعتراف من هذا الإنسان الأبرص إن السيد المسيح هو الله فلإنسان الأبرص الساجد مؤمن بلهوت السيد المسيح في حاجة جميلة في هذا الإنسان الأبرص سجد قبل أن يطلب إحنا أحياناً نيجي ربنا نطلب على طول في صلواتنا لأن ده سجد يعني عمل عبادة الأول ثم طلب هذا الإنسان بيعلمنا الزوء الإنسان ده جميل قوي زوء قوي مش بس السجد من بعيداً طلب عليه جاسياً وقال ردت تقدر أن تطهرني هذا الإنسان لم يفرض على السيد المسيح أن يتعامل معه بطريقة معينة قال له إن أردت إن أردت ترك الأمر حسب إردته هذا الإنسان تميز أولاً بالانسحاق فسجد الإيمان بقدرة السيد المسيح أنه هو الله قال له تقدر أن تطهرني الخضوع للمشيئة إن أردت إن أردت هذا المرض لا يحتاج إلى شفاء فقط بل يحتاج إلى طهارة الجسد والنفس والروح أنت تقدر أنت تقدر بس يا ترى عايز ولا مش عايز من نحت القدرة أنا أسك إنك تقدر أنت هو الله تقدر ولكن لتكن مشيئتك لا مشيئتي ولتكن إرادتك لا إرادتي في هذا الإنسان يعلمنا حاجة جميلة قوي أولاً الإيمان بربنا أنه هو القادر أولاً الإنسحاق والسجود أيضاً نترك كل شيء بحسب إرادة إن ربنا إن أردت هذا الإنسان مدرسة في الصلاة جد للسيد المسيح وجاله بمفرده عايز يختلي به وركع بتزلل وإنسحاق عنده إيمان صادق بأنه يقدر وأيضاً حسب إرادتك إن أردت إن أردت يريد تكون صلواتنا إن أردت يا رب إن أردت أنا واسك يا رب إنك تقدر تنجيني تخلصني تحررني تشبعني ترويني ولكن لتكن إرادتك لإرادتي طيب سأل المسيح نتيجة هذا الإنسحاق وهذه الصلاة وهذه العبادة وهذه ترك كل شيء بين إيديه فتحننا يسوع فتحننا يسوع ونلاقي الجملة دي قبل كده كلمة تحننا يبقى جاي بعدها معجزة أصلي مش بيعمل معجزات لفرد عضلات بيعمل معجزات لأنه تحننا علينا وأنه أشفق علينا كلمة تحننا كلمة تحننا قيلت عن الجموع قبل إشباعهم وعن الأعميين في متى عشرين وأيضا قيلت عن أرمال اتنايين وقيلت أنه هو السامر الصالح الذي تحنن على الإنسان النازل من أوروشاليم إلى أريحة عشان كده دايما نصلي في تحليل صلاة الغروب ونقول نشكرك يا ملكنا المتحنن نشكرك يا ملكنا المتحنن خدها قاعدة أن بعد كلمة تحنن السماء تنفتح الاستجابة بتيجي وكلمة تحنن تيجي إمتى واخد لبالك متدرج إن أردت تقدر أن تطهرني كما تريد أنا واثق وسجود وطاعة فتحنن بعد تحنن إيه حاجات تبازيل فل تعالوا شوفوا بعد كلمة تحنن السيد المسيح عمل إيه السيد المسيح تحنن بس لم يشفيه مباشرة لم يشفيه مباشرة عمل إيه سيه المسيح فمد يده ولا مسه هذا الإنسان كان محتاج هذه اللمسة لأنه أبرص أبرص وناس كلها بتبعد عنه ناس كلها بتخاف منه تخاف تتعدي هو احنا نقصين نجاسة ابعد يا عم ابعد هدي له سنين لم يلمسه أحد فمحتاج هذه اللمسة الحانية هذا هو إلهنا وهذا هو المسي وألامنا الخف ثلامس مع هذا الإنسان مد يده ولمسه وقال له بس مد إيده الأول ولمسه ثانية وقال له ثالثة أريد فاتهر فللوقت وهو يتكلم إرادة السيد المسيح فيها قوة حينما يريد يعمل حينما يريد يعمل زي ما في معجزة قانا الجليل أرص قانا الجليل قال قدمه أول ما قدمه تحول الماء إلى إرادة إرادة هذا الإنسان محتاج هذه اللمسة زي ما قلتلكم من فترة لم يلمسه أحد منبوز من الناس قبل ما يقول له أريد فأطهر مد يده ولمسه سادون كلنا محتاجين هذه اللمسة كلنا محتاجين لليد المندود اليد المندود اللي تسند اللي تعين اللي تشفي اللي تطخر اللي تشبع اللي تغني عن مغريات هذا العالم كلنا محتاجين هذه اليد فكن أنت اليد المندود للآخر اللي تسند يقول ترفع عنه الضيقة السيد المسيح أتى ومد يده ليأخذ أتعاب هذا الأبرص ويقدم له الشفاء مد يده فنقد الحاجز اللي بين الإنسان الأبرص وبين أي إنسان آخر لمسه تشير لعلامة صداقة ومودة واهتمام وعلامة تكريمه وتقديره أنا بقدرك فمد يده ولمسه اللمس ده لغة من لغات التواصل ياريت مع أولادنا وبناتنا جوة بيوتنا يكون هذه اللمسة الحانية مع أولادنا وبناتنا اللغة الوجدانية اللي نقلت الشفاء لهذا الإنسان الأبرص السيد المسيح أعطاه من حنانه قبل أن يعطيه الشفاء لشفقة السيد المسيح على الجنس البشري مد يده ليلمس هذا الإنسان وكان يسوعي يدي قوة الخير اللي فيه لتزيل الشر الممثل في هذا الإنسان الأبرص أريد فأطهر السيد المسيح له كده تشير إلى إرادة السيد المسيح القادرة وهي نفس إرادة الآب نفس إرادة الآب في مت عشرة عدد سبعة وعدد تمانين يقولوا فيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موتى أخرجوا شياطين مجانا أخستهم مجانا أعطهم فسال المسيح ما قالش فقف بس كده أطهر ولكن لمسه أيضا ربط ما بين القول والعمل يعمل ويقول يقول ويعمل مش يتكلم بس ولا يعمل ولكن يقول ويعمل فما قالوش اطهر وخلاص لأ ده مد يده أيضا اليد هنا تشير إلى أقنوم الابن مدها ولمس الأبرس ده إشارة إلى ظهور السيد المسيح في الجسد وسط اليهود وتلامس معهم لكي ما يطهروا من أدناسهم مد السيد المسيح يده ولمس الأبرس وقال أريد فأطهر هنا في سر الاعتراف لما الشخص بيروح لابونا ويقدم اعتراف لربنا على يد الكاهن الكاهن بيصلي له التحليل مد يد هنا الكاهن إشارة إلى مد يد سيد سيد المسيح على رأس الإنسان الخاطئ المعترب بخطيطه يقول له على لسان الكاهن أريد فأدخر فانتهره وأرسله للوقت سيد المسيح انتهره لأن غالبا قعد يدي شوية مديح لسيد المسيح فالسيد المسيح ما ياخدش من انتهره وأرسله للوقت وقال له انظر لا تقل لأحد شيئا بل اذهب أرنفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة لهم لأن الإنسان الأبرص لا يصرح له بالتعامل مع الناس إلا لم ياخد تصريح من الكاهن فالسيد المسيح قال له روح خد التصريح الأول أنا اديتك الشفاء فخد بس التصريح كده من الكهن لكي ما يزبط لهته أمام كهنوت العهد الأديم يا ما شفوه كهنة في العهد الأديم وكانوا يهربوا منه لكن دلوقتي الكاهن الأعظم رب المجد يسوع قدم له الشفاء قال له بس نروح كده خد تصريح أو كمان عشان ما أعملش التصادم في بداية خدمته مع كهنوت العهد الأديم وبفيه صراع ما بين كهنوت العهد الأديم وما بين الكاهن الأعظم السيد المسيح أري نفسك للكاهن أري نفسك للكاهن وهنا يريد كل إنسان مننا يروح يقدم توبة ويري نفسه للكاهن هو رب المجد يسوع الذي يعطي الشفاء رب المجد يسوع الذي بيدي الشفاء لنفسنا وأكسادر الروحنا ولكن اذهب أري نفسك للكاهن هذا هو إلهنا المسي وآلامنا الخفية والرب المجد دائما أبديا أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر